دايما نتعودنا في النوع ده من المصانع وخاصة كل ما ينشأ حديثا بيكون متغطي من جميع الجوانب يمكن أهمها وأهم جانب هنتكلم عنه دلوقتي وهو التسويق أنا بطلع منتج كويس أنا بطلع منتج ذو جودة بطلع منتج ينافس إزاي بقى مكانتوا إيه في السوق إمتى هلاقيه فعلا موجود بشكل متواجد على الأرض تفاصيل كتير في التسويق بالرغم من الفترة الصغيرة اللي يفتتح فيها المشروع لكن أكيد فيه أي تفاصيل لهذه الفكرة على الأرض اسمحولي أرحب باستشاري التسويق في مجمع روبيكي وأستاذ هيب عاصم أرحب بحضرتك أهلا بحضرتك أحب أعرف أكتر عن دور حضرتك في مجمع روبيكي الحقيقة إحنا كان شغلنا من اليوم الأول أن إحنا نركز على أنه يبقى عندنا استراتيجية تحط مصر مش بس المصنع بتاعنا نرجع مكانة مصر تاني أنه إحنا نبقى موجودين في أسابيع الموضة العالمية المنتج المصري بيتصدر ونوجه أنظار المستوردين لمصر كمنتج قطني بجودة عالية بيتم تصديره كمنتج نهائي وليس كقطن خام فكرة أن جودة القطن المصري وسمعيته العالمية هل ده بيساعدكم؟ فكرة أنه أصلا أرض معدل القطن المصري؟ طبعا جودة القطن المصري ما زالت حتى الآن وسمعيته هي هو من أفضل أنواع القطن في العالم إن لم يكن أفضلهم فعلا أغلى من أغلى أنواع القطن في العالم فالفكرة أنه أنا مش بس عندي قطن جودته عالية لأنا كمان زي ما حضرتكم شفتوا التكنولوجيا اللي موجودة في المصانع اللي الحقيقة متوفرة بشكل نوعية الخبرات اللي موجودة فإن أنا أستخدم التكنولوجيا دي لإنتاج منتج عالي الجودة ينافس في السوق العالمي فمش بس كخامة قطن أو كمنتج بداية زي ما حضرتك بتقولي لأنا كمان عندي منتج نهائي عالي الجودة قادر على المنافسة وسعره منافس وشكله منافس لو أنا بتكلم كمان عن السوق المصري طبعاً ده مقدرش أخفاله وفكرة أن أنا أعمل تخطية داخلية واكتفاء ذاتي كمان هل ده في خطتكم في التسويق؟ ولأنه أنا شايف أنه ده حاجة مهمة لا تقل أبداً على التصدير بكل تأكيد ده مش بس الشركة الوطنية شغالة عليها أعتقد كل قطعات الدولة شغالة على الفكر بتاع الاكتفاء السلزاتي لكن بجانب ده زي ما قلت لحضرتك مهمة كمان أن أنا بقى موجودة قادرة أن أنا أكتذب العملة الصعبة وقدرة أن أنا أقوم وده من أهم عوامل الروبيك على فكرة فكرة أن أنا مش كمان أطلع القطن بتاعي بيديني نسبة 100% وأكتر من 100% من اللي كنت بصدره قطن خام حقيقي من العملة الصعبة مظبوط وطبعاً كدور اقتصادي أنه أنا ترس مهم من تروس الصناعة الوطنية ومن تروس الاقتصاد الوطني ففكرة أن أنا قادر أصدر التصدير أحياناً كتير بيدي كمان الثقة المحلية في المونتجة ترجمة نانسي قنقر